بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أيها الأحبة الكرام حياكم الله وحيا الله قدومكم بسمكم جميعاً في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة العاشري من رجب من عام ثمانين وثلاثين واربعمائة موالف الهجرة نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء ونسأل الله جل وعلا أن يديم عليه لباس الصحة والعافية والستر لاستجابته وتلبيته الدعوة فليتفضل حفظه الله مشكوراً مأجوراً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة فإن الواجب على المسلم أن يهتم بعقيدته التي هي رأس هي رأس هذا الدين النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة ثلاثة عشرة سنة بعد البعثة يدعو إلى العقيدة يدعو إلى العقيدة إفراد الله جل وعلا بالعبادة ترك عبادتي ما سواه هذا لأن العقيدة هي الأساس السور المكية التي أنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة كلها في العقيدة كلها في العقيدة وإنما تنزلت الأحكام الفقهية والأحكام الشرعية بعدما استقرت العقيدة وحينما هاجر إلى المدينة فالعقيدة هي الأساس دليل على هذا قوله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فبدأ بالعلم قبل القول والعمل لأن العمل لأن القول والعمل فرع على العقيدة الصحيحة أو العقيدة السيئة فالعقيدة هي الأساس ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فلما سمعه فلما سمعه المشركون يقول هذه المقالة يقول قولوا لا إله إلا الله فهموا معناها وقالوا أجعل الآلهة إلهة إن هذا لشيء عجاب المشركون فهموا معنى لا إله إلا الله ولذلك أبوا أن يقولوها لأنهم إذا قالوها تبرأوا من أصنامهم وأوثانهم وأخلصوا العبادة لله وهم لا يريدون هذا يريدون أن يبقوا على آلهته وانطلق الملأ منهما نمشوا واصبروا على آلهتكم لما سمع الرسول يقول قولوا لا إله إلا الله تواصوا بينهم أمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد فأبوا يقولوها لأنهم يخشون من التناقض وهو أن يقولوا لا إله إلا الله ثم يعبدون مع الله غيره هذا تناقض وهم لا يريدون التناقض لأنهم عرب فصحاء يعرفون معنى الكلام في حين أن المتأخرين من هذه الأمة يقولون لا إله إلا الله بكثرة يقولون لا إله إلا الله بكثرة الليل والنهار ولكن مع هذا يعبدون القبور والأضرحة ويشركون بالله عز وجل وهم يقولون لا إله إلا الله هذا تناقض لم يرفعوا أنفسهم عن هذا التناقض فهم يقولونها ويكثرون منها ولهم فيها أوراد معلومة صباحا ومساء ومع أوراد معلومة صباحا ومساء يدعون الأموات ويبنون الأضرحة على القبور ويستمرون على ما هم عليه على القبور مع أنهم يقولون لا إله إلا الله ويستمرون على ما هم عليه هذا تناقض عجيب مع أنهم يقولون لا إله إلا الله إذا أباه المشركون من قبل فأبوا التناقض قالوا امشوا واصبروا على آلياتكم إذا أباه المشركون من قبل إن هذا لشيء يراد قالوا امشوا واصبروا على آلياتكم فهذا من العجب إن هذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فالعجب من رجل أو يعني معنى هذا الكلام العجب من رجل يقول لا إله إلا الله ثم يقول يا حسين يا عبد القادر يا فلان يا علان من الأموة يقول لا إله إلا الله فلا خير في رجل كفار قريش أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله هذا لا يعلم معنى لا إله إلا الله مع أنه يدعي الإسلام ويقولها يدعي الإسلام وهو لا يفهم معنى لا إله إلا الله مع أنه يدعي هذا من العجب ويقولها يدعي الإسلام فلهذا الاهتمام بالعقيدة قبل كل شيء فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر بوّب البخاري رحمه الله على هذه الآية فقال باب العلم قبل القول والعمل وأورد هذه الآية فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وهذا مما يوجب على المسلم أن يتعلم العقيدة وما تعنيه العقيدة الصحيحة تعلم هذا ويلتزم به يلتزم بمعنى هذه الكلمة فيترك عبادة القبور والأضرحة وما يدعى من دون الله يترك هذا كله ويخلص العبادة لله عز وجل فلا يدعو غير الله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله كل أنواع العبادة لا يجوز صرف شيئا منها لغير الله سبحانه وتعالى فإن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك وإن كان يقول لا إله إلا الله فلا تنفعه هذه الكلمة وهذا أمر يجب التفط له ويجب أن ينبه الناس عليه أهم من كل شيء تدريس العقيدة أهم من كل شيء العقيدة الصحيحة أهم من كل شيء ولهذا والحمد لله هذه العقيدة تدرس عندنا في المساجد تدرس عندنا في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية وفي الدراسات العليا هذا من فضل الله علينا وعلى الناس فالواجب أن نتنبه لهذا وأن ننبه الغافلين والجاهلين الذين يحسبون أن الدين ما عليه الآبى والأجداد وليس الدين عندهم ما عليه الكتاب والسنة ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وما عليه سلف هذه الأمة وأئمتها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى سمعنا من بعض الناس أو من كتابات بعض الجهال وأنهم يقولون تعلمون الناس التوحيد وهم مسلمون هم مسلمون ما يحتاج تعلمونهم التوحيد نقول نعم مسلمون لكن كثير منهم لا يفهمون التوحيد ما يفهمون التوحيد وهم مسلمون فيجب أن ينبه أول من ينبه المسلمون على هذا أن يصححوا عقيدتهم وأن يفهموها أولا كثير من الناس ما يفهمون العقيد النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما أرسله لمحاصرة اليهود في خيبر قال له امضي على رسلك حتى تنزل بساحتهم ساحة اليهود قريبا منهم يسمعونك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام بس ادعوهم إلى الإسلام لا ثم ادعوهم إلى الإسلام وأعلمهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه هذا هو الإسلام فقط كل يدعي أنه على الإسلام الرسول ما اقتصر على هذا ادعوهم إلى الإسلام وأعلمهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم لو تسأل كثير من المسلمين تقول له ما هو الإسلام ما يفهم الإسلام هذه مشكلة ما يفهم معنى الإسلام مسلم بس ما هو الإسلام الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله هذا هو الإسلام فيجب أن يتنبه لهذا الأمر وأن ينبه عليه وأن نكثف دراسة العقيدة في مساجدنا وفي مدارسنا وفي اجتماعاتنا لأنها هي الأصل والأساس الذي نبني عليه ديننا ليس العبرة بكثرة العبادة وكثرة الدعاء وكثرة العبرة بالأساس الصحيح فهم العقيدة فهما صحيحا حتى يبني عليها دينه ويكون مسلما حقا لا مسلما بالادعاء الميت إذا وضع في قبره ودفن في التراب وتولى عنه المشيعون وإنه ليسمع قرع نعالهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم منصرفين يأتيه ملكان منكر ونكير يأتيه ملكان من قبل الله سبحانه وتعالى فيجلسانه الله على كل شيء قدير تعاد روحه في جسده يحيى حياة برزخية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى تعاد روحه في جسده ويجلسانه فيقولان له من ربك ويقولان له من ربك وما دينك وما النبيك ثلاث مسال فالمسلم المؤمن الذي فهم دينه وتعلمه يقول ربي الله تعلمه وعمل به يقول ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقولان له صدقت فيؤتى بفراش من الجنة ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها وريحها ويوسع له في قبره مد بصره يوسع له في قبره مد بصره لما نجح في السؤال وأجاب جوابا صحيحا حصل على هذه النعمة العظيمة وهذه البشارة قال الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء أما المنافق وهو الذي أظهر الإسلام في حياته وهو لا يعرف الإسلام ولا يحرص عليه وإنما أظهر الإسلام ليعيش بين الناس بين المسلمين فإذا قالوا له ولو كان متعلما مثقفا وقرأ الكتب يغيب عنه هذا في هذا الموقف إذا قالوا له من ربك قال ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته ما دينك يقولها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته ما النبيك يقولها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيقولوني له لا أدريت ولا تليت لا أدريت بنفسك ولا تليت يعني اتبعت اتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم اتبعت خلفاء الرسول والعلماء والعلماء لا دريت ولا تليت فيضرب بمرزبة من حديد والعياذ بالله ما هو بعصى مرزبة من حديد يصيح بها صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق يعني لمات شاء الله العافية الأمر خطير جدا والعقيدة مهمة معرفتها والعمل بها هي النجاة فاعلم أنه لا إله إلا الله ما قال قل لا إله إلا الله قال اعلم تعلم معناها ومقتضاها فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات هذا هو سبيل النجاة ثبتوا الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فأمر العقيدة أمر مهم جدا يجب أن نتدارسها ونتعلمها ونعلمها ونورثها لمن بعدنا حتى نحصل على هذه الكرامة إذا وضعنا في قبورنا وسئلنا عنها في القبر من ربك وما دينك وما النبيك ثلاثة أسئلة فلابد أن نهتم بالعقيدة أعوذ الناس وسمعناهم وقرأنا ما يكتبون يقولون الناس مسلمون الدرسون المسلمين العقيدة والناس مسلمون لو سألنا هذا ما هي العقيدة ما يعطيك فائدة هل يقول تسألون تعلمون الناس العقيدة وهم مسلمون لو سألت عن العقيدة ما أعطاك فائدة تعلمونهم العقيدة وهم مسلمون هم أولى أن يتعلموا العقيدة المسلمون أولى أن يتعلموا العقيدة ليعملوا بها ولتكون لهم حجة عند الله سبحانه وتعالى فالأمر ليس بالسرعة سهل ولا بالهين الأمر عظيم جدا ولكنه سهل على من صحت نيته وعزيمته واهتم بعقيدته وتعلمها ولو بطريقة مختصرة ولو بمختصر من العقيدة يحفظه ويدرسه ويعرف معناه هذا خير كثير ولهذا العقيدة مبسطة كتب العقيدة مبسطة منها ما هو مختصر للعوام والمبتدئين ومنها ما هو مبسط ومطول للعلماء والمتعلمين فيجب الاهتمام بهذا الأمر العظيم أنت ذاهب إلى الله اليوم وغدا وتنزل في قبرك وفي لحبك أول ما تنزل يأتيك الملائكة ويسألونك فماذا أعددت من الجواب لابد أنك تهتم بهذا الأمر وتعيش عليه تموت عليه تتمسك به وهو أمر ميسر لمن يسره الله عليه فالأمر مهم جدا علينا جميعا وعلى المسلمين جميعا أن يهتموا بهذه العقيدة ويتواصوا بها ويدرسوها لأولادهم وأولاد أولادهم وأولاد المسلمين الحمد لله في مدارسنا هذه العقيدة مقررة لكتب مبسطة على حسب المراحل ابتدائية وتوسطة وثانوية ودراسات عليا كلها العقيدة معنا من الابتداء إلى الدراسات العليا وفي المساجد وفي المجالس هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى غفل عنها الكثير ممن يدعون الإسلام ولكن الموعد قريب الموعد في هذا القبر حينما توضع فيه فلنتأمل فلنتأمل هذا ولنستعد لهذا الأمر ونعرف أن العقيدة هي رأس الإسلام وهي رأس الأمر وهي التي بعث الله بها رسولا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبد الله واجتنب الطاغوت هذا معنى لا إله إلا الله أن اعبد الله واجتنب الطاغوت طاغوت كل ما عبد من دون الله عز وجل من صنم أو قبر أو حجر أو شجر أو جن أو إنس كل طاغوت إذا كان راضيا بهذا فهو طاغوت أما إذا عبد وهو لم يرضى بهذا وكان ينهى عنه في حياته فليس هو الطاغوت وإنما الطاغوت الذي أمره بهذا وإلا فالملائكة عبدوا والأنبياء عبدوا والصالحون عبدوا ما نقول إنهم طواغيت لأنهم لم يرضوا بهذا وكانوا يجاهدون عليه في حياتهم فهم ليسوا طواغيت وإنما الطاغوت الذي أمرهم بهذا وزينه لهم وهو الشيطان فالأمر مهم جدا علينا أن نهتم بهذه العقيدة وأن نبينها للناس ونشرحها وندرسها ونخفضها لأولادنا ولإخواننا ولطلابنا لأنها هي رأس الأمر رأس الأمر الإسلام صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعمود الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله هذا هو الإسلام فرأسه الإسلام وهو العقيدة وعموده الذي يقوم عليه الصلاة ولهذا لا دين لمن لا يصلي ولو كان يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لأنه لم يأتي بعمود الإسلام الذي يقوم عليه البيت لا يقوم إلا على عمود وعمود الدين هو هو الصلاة وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله عز وجل فهذا الواجب الاهتمام بأمر العقيدة السؤال عنها وتعليمها كانوا إلى عهد قريب كانوا إلى عهد قريب يسألون الناس في المساجد العوام يسألونهم بعد الفجر كل واحد عليه الدور يوم من ربك وما دينك ومن نبيك سألونهم عندهم عقيدة مختصرة يحفظونها ويسألونهم عنها ولكن هذا فقد الآن هذا فقد الآن ونرجو أن يعود إن شاء الله وأن يهتم المسلمون بأمر عقيدتهم التي هي أصل الإسلام وهي الدين الحق الدين القيم وهذا ميسر لمن اهتم بالأمر وسأل وتعلم سهل يسير على من يسره الله عليه وتسبب في معرفته والعمل به فيجب فيجب علينا أن نهتم بهذا الأمر وأن نتواصى به كما قال الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أربع مسائل في هذه السورة العظيمة الوجيزة الذين آمنوا هذه العقيدة آمنوا وعملوا الصالحات هذا العمل لم يقتصروا على أنفسهم تواصوا بالحق دعوا إلى الله ونشروا هذه العقيدة تواصوا بالصبر لأن الذي يدعو إلى الله ويعلم الناس تحتاج إلى صبر لأنه سيلقى تعبا ويلقى ملامة ويلقى تجهيلا وتوبيخا لكن يصبر على هذا تواصوا بالحق تواصوا بالصبر أربع مسائل إذا قام بها المسلم فإنه ينجو من هذه الخسار خسارة الدنيا والآخرة هيا إخوان العقيدة أمرها عظيم وأمرها مهم جدا فلا يكفي إن الإنسان يقول أنا مسلم مسلم لكن وش معنى الإسلام أوله العقيدة أول الإسلام الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد شوف هذا تعريب والانقياد له بالطاعة ولا يكفي هذا تتبرأ من أعداء الله وأعداء رسوله والبراءة من الشرك وأهله هذا هو الإسلام هذا هو الدين هذا هو النجاة حينما توضع في قبرك يأتيك الملكان ويسألانك عن هذا ولكن الذي لا يعمل بالإسلام وإن تعلمه أو لا يخلص النية فيه وإن كان متعلما فصيحا يتلعثا في القبر يتلعثا في القبر ولا يستطيع الجواب ويقول ها ها لا أدري أما المؤمن وإن كان عاميا إذا كان نيته صالحة وعقيدته طيبه محافظا على دينه فإنه يجيب يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي ونبي محمد صلى الله عليه وسلم نصدق هذا في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وفقني الله وإياكم لصالح القول والعمل صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين وأترك بقية الوقت للإجابة على الأسئلة التي حضرت نعم صلى الله إليكم فضيلة الشيخ نسأل الله جل وعلا أن يجعلكم من أخصته من أحبته وخاصته الأسئلة كثيرة وسنجيب بإذن الله على ما يسمح به الوقت صلى الله إليكم يقول السائل هل يشرأ إلصاق الصدر ما بين باب الكعبة والحجر الأسود والدعاء قد ذكر أن الصحابة فعلوا واستجيب له لا ما فعلوا الإلصاق ما يلصطون صدورا بالكعبة ولا يتعلقون بها وإنما يقفون يقفون بالملتزم بين الركن والباب بين الحجر الأسود وباب الكعبة هذا الملتزم ويدعون الله سبحانه وتعالى هذا الذي يفعله السلف نعم عشان الله إليكم ما هي الأفعال التي يقدمها الولد لوالديه بعد وفاتهما نعم هذا سؤال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم سأله رجل هل بقي من بر والدي شيء بعد وفاتهما قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم تصلي لهما مع صلاتك يعني تدعو لهم تدعو لهم مع دعائك لأن الدعاء يسمى صلاة تصلي تصلي لهما مع صلاتك وتبر بصديقهما صديق الوالدين تبر به لأن هذا بر بالوالدين تبر بصديقهما وتصل الرحم تصل الرحم المرتبط بهما من أقاربك أقارب الوالد وأقارب الأم الأعمام والأجداد والجدات والأعمام والعمات والأخوال والخالات والإخوة والأخوات هذا من بر الوالدين نعم حسن الله إليكم يقول هل يصلى على الميت بقبره دون تحديد مدة وحكم الصلاة وحكم الصلاة عليه وقت النهي يصلى على الميت لمن لم يصلي عليه قبل الدفن يصلى عليه إلى شهر إلى شهر الغايب إذا جاء والذي ما بلغته وفاته يصلى عليه إلى شهر لأنه بعد الشهر يتحلل لكن قبل الشهر يبقى جسمه ويصلى عليه إلى شهر كما ذكر العلماء رحمهم الله نعم حسن الله عليكم يقول السائل علي دين وأمي تريد أن تعتمر فهل أؤخر الدين قليلا وأحقق رغبة أمي خاصة أنها مريضة وتخاف الموت قبل العمرة والله الدين ألزم الدين ألزم تسدد الدين ثم تعتمر حتى الحج فريضة الحج يقدم عليها سداد الدين نعم هل يجوز هل يجوز أن أسمي ولدي باسم بدر الدين على اسم جده بن رنبه لا بأس بذلك لا بأس بذلك نعم أحسن الله عليكم من تعلق بمحبوب هل يشرك بالله وكيف سبيل التخلص من التعلق المحبة على نوعين محبة عبادة التي معها محبة معها خوف من الله عز وجل هذه عبادة لا تكون إلا لله المحبة مع الخوف من المحبوب هذه لله عز وجل الثانية المحبة الطبيعية وهي التي ليس معها ذل للمحبوب وإنما هي صلة وارتباط بين الحبيبين وهذه طيبة بين المسلمين وبين الأقارب وبين هذه محبة طبيعية نعم وأيضا يسأل هل المسبل تقبل صلاته تقبل صلاته مع الإذن يثاب على الصلاة ويعاقب على الإسبال ويعاقب على الإسبال نعم إن شاء الله أليكم يقول ما حكم إجبار الزوجة أو الأخت لبس القفازين عند الخروج من المنزل ما ما حكم إجبار الزوجة أو الأخت لبس القفازين عند الخروج من المنزل الواجب الواجب على المرأة ستر نفسها جميع بدنها من يديها ورجليها ستر نفسها ولبس القفازين هذا طيب يستر يستر اليدين الشراريب على الرجلين تستر الرجلين فهي تستر بدنها سواء بالقفازين والجوارب في الرجلين أو بثيابها المهم أنها تستر نفسها نعم إن شاء الله إليكم يقول ماذا يفعل الشخص الذي كثر نذره ولا يستطيع أن يحسل أيام التي نذرها يقدرها يقدرها ويحتاط يجتهد في تقديرها وما توصل إليه يفعله نعم ويحتاط يزود على تقديره نعم هل صور الذكرى حلال أم حرام وهل التصوير بالجوال حلال أم حرام النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وأخبر أنه مشد الناس عذابا يوم القيامة وأن من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ وأن من صور صورة جعل له نفس يعذب بها يوم القيامة ألا يجوز التصوير تصوير ذوات الأرواح لا يجوز إلا عند الضرورة تصوير لأجل بطاقة الشخصية لأجل جواز السفر هذه ضرورة هذه ضرورة فالصورة التي تدعو إليها الضرورة ويلزم الإنسان بها هذه لا لا يؤاخذ عليها وأما الصور الهواية أو الذكريات أو ما أشبه ذلك هذه محرمة ولا يجوز جعلها في البيوت لا تدخل الملائكة بيتاً هذا حديث لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة والمراد الصورة المرفوعة المعلقة وأما الصور المهانة التي تداس أو الصور الضرورية التي يحتاجها الإنسان هذه لا بأس بها نعم إن شاء الله لكم يقول ما حكم قول الجمعة مباركة يوم الجمعة لم يرد هذا الجمعة طيبة ويوم عظيم وأما إقال مباركة هذا ما ورد نعم إن شاء الله لكم يقول من الملاحظة هذه الأيام كثرت الصلاة على الكراسي من كثير من الناس وهم شباب وبصحة جيدة فما الضابط في الصلاة على الكرسي لمن احتاج ذلك أنت أجبت تقول لمن احتاج ذلك الصلاة اللي الحاجة على الكرسي لا بأس بذلك فاتقوا الله ما استطعت نعم ما حكم تخفيف اللحية وما حكم حلقها بالكامل اللحية ما يبثقيلة حتى تخفف اللحية جمال للرجال فارقة بين الرجل والمرأة فيها بهاء فيها يعني فيها مظهر طيب وليست ثقيلة والحمد لله حتى تخفف فلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أرسلوا اللحة وفروا وفروا اللحة أعفوا اللحة لا يجوز التعرض لا لا بقص ولا بنتف ولا بحلق ولا غير ذلك نعم يقول الشيخ رجل رجل كثير المعاصي والذنوب ويرتكب بعض الكبائر ولكن سرعان ما يندم ويستغفر ويتوب ولكن يعود لذلك فما توجيهكم جزاكم الله خيرا نعم الواجب عليه التوبة وإن تكرر منه الذنب يكرر التوبة إن تكرر ما نحد معصوم يتكرر الذنب ولكن التوبة كل ما أذنب يتوب والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فكل ما أذنب الإنسان يخذي الثوبة ولا ولا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من رحمة الله يقول أنا كثير الذنوب وأنا أذنبت وتبت وعدت لها نعم تب تب وكرر التوبة ولا تيأس نعم سأل الله عليكم يقول يا شيخنا الفاضل أرجو أن توضح حكم الغيبة خصوصا أنه قد استهين بها في هذا الزمان وخصوصا في طلبة العلم وغيرهم فما توجيه فضيلتكم في ذلك الغيبة نهى الله عنها في كتابه فقال سبحانه ولا يغتباً وغيرهم 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 فكتابه فكيف تغتابه اغتيابه مثل أكل لحم بكتاب الله عز وجل بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره هذه الغيبة ذكرك أخاك بما يكره نعم عشاء الله عليكم يقول ما هو واجبون اتجاه ما يحصل للمسلمين في البلاد الإسلامية خصوصا بلاد الشام وفي الصومال وغيرها من البلاد عليكم بالدعاء لهم بالنصر وزوال المحنة وعليكم بمساعدتهم بما تقدرون عليه مما يعينهم على حوائجهم ونفقاتهم نعم يقول احسن الله عليكم ما هي الوسائل المعينة على حفظ الوقت المعينة على حفظ الوقت المخافظة على الفرائض فرائض الله والاكثار من ذكر الله عز وجل بهذا يحفظ المسلم وقته نعم احسن الله عليكم نرجو بيان أفضل صيغة الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وفضل الاكثار منه كما جاء في القرآن يا أيها إن الله وملائكته صلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد كما علمك الله ذلك في الصلاة في التشاهد الأول والتشاهد الأخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأفضل الصيغ هي الصلاة الإبراهيمية وهي هذه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأقل هل هو أن تقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد نعم يقول شيخ إذا حضرت إذا حضرت لصلاة الجنازة وقد فات شيئا من تكبيراتها هل أدخل أصلي وأكمل نعم تكبر مع الإمام ما بقي وتقضي ما فاتك من التكبيرات وإذا خشيت رفع الجنازة تتابع التكبيرات وتتابع التكبيرات وتسلم نعم قل أحسن الله إليكم لماذا يا شيخ انتشرت الأمراض النفسية والقلق وكثر العقوق والطلاق ابتل وامتحان من الله بسبب ذنوب العباد ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير نعم ما هي الحالات التي تجمع فيها بين الصلاتين ومتى يكون قصر الصلاة يجمع بين الصلاتين في ثلاث حالات في السفر لمن يقصر الصلاة وفي المرض المريض الذي يحتاج إلى جمع الصلاتين وفي حالة المطر بين المغرب والعشاء هذه الأحوال التي تقصر التي تجمع التي تجمع فيها الصلاة نعم عشاء الله إليكم هل يجوز لي أن أتطيب علماً أنني في السيارة مع محارمي ونذهب للبيوت أو المسجد بمحيط نساء الله ما هو طيب التطيب عند النساء والمرأة تتطيب عند الرجال هذا غير مرغوب فيه نعم عشاء الله إليكم متى يبدأ غسل الجمعة بعد طلوع الفجر أم بعد طلوع الشمس وقراءة الكهف هل تجزي ليلة الجمعة غسل الجمعة يبدأ من بداية يوم الجمعة من طلوع الفجر نعم في صيغة الدعاء وعند الذهاب إلى الجمعة أحسن عند الذهاب إلى الجمعة أحسن نعم في صيغة الدعاء هل يسبقه اسم الله سبحانه وتعالى أم يكون في نهاية الدعاء نعم في صيغة الدعاء هل يسبقه اسم الله سبحانه وتعالى أم يكون اسم الله في نهاية الدعاء أنت من تدعو لازم يكون اسم الله في كل دعوة اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم اغفر لوالدي اللهم اغفر لجميع المسلمين لازم يذكر اسم الله مع كل دعاء تكرره بتكرار الدعاء وإن أخر الاسم حفظه الله إلا نيت الدعاء كان يقول اشفني يا الله اشفني يا حيا قيوم ما متصل هذا اشفني يا الله ارحمني يا الله هذا متصل لا بس نعم ما الحكم البعض إذا أدرك الإمام راكعا من عجلته للحق بالركعة يكبر تكبيرة الإحرام وهو غير واضح هذا الشوء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا ولا يجوز هذا الكلام هذا غلو وإسراف في المده نعم نسمعوا يا سماحة الشيخ أنكم تفتون بأن غسل الجمعة يكفي عن الوضوء فهل هذا الصحيح وماذا عن المضمضة والاستنشاق عندك الطهارة الكبرى وهي الاغتسال عن الجنابة وعن المرأة للحيظ هذا الطهارة الكبرى وعندك الطهارة الصغرى في الوضوء تدخل الطهارة الصغرى في الكبرى إذا نويت دخولها فإذا هفضت الماء على جسمك ناوياً الحدثين الأكبر والأصغر صح ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى نعم إن شاء الله عليكم قل ما مدة الحيظ كل شهر وهل يزيد وينقص وما ضابطه نعم الحيظ أقله يوم ليلة وأكثره خمسة عشر يوم وغالبه ستة أيام أو سبعة أيام هذه إحوال الحيظ نعم إن شاء الله عليكم هل إذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل يجب عليه الغسل وكذا زوجته نعم يجب بالإيلاج إذا أولج وجب عليه الغسل التقاء الختانين التقاء الختانين ختان الرجل ختان المرأة ولو لم ينزل يجب على كل منهما الاغتسال نعم في الحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل نعم يقول أحسن الله إليكم ما هو توجيهكم لنا وللمسلمين بشكل عام أمام القنوات الإعلامية التي تضل وتفسد الأخلاق والتربية تركوها تعدوا عنها ما كلفكم الله بها أخرجوها من بيوتكم لا تكن بين أولادكم ونسائكم أخرجوها تسلمون من شرها ومن خطرها نعم إن شاء الله إليكم يقول ما رأيكم في انتشار التصدق بالماء أيام الحر على العمالة وبالمساجد وتسبيله للأموات من القرابة شيء طيب هذا تصدق بالماء على المحتاجين إليه هذا طيب الماء من الضرورية الحاجة إليه ماسة إذا كان الناس في حر في مكان حار وأجيت لهم بماء بارد قد أحسنت إليه نعم قل أحسن الله إليكم ما هي أفضل الكتب العقيدة لغير المتخصصين فيها كتب العقيدة فيها مطول وفيها مختصر فمثلا ثلاثة الأصول عندنا في العقيدة هذا أحسن مختصر فيها ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نعم حسن الله إليكم ما حكم استعمال العطور التي فيها كحول مع العلم صعوبة معرفة ما كان فيها من كحول أم لا أو نسبته يا أخي تجنبها الحمد لله ما دام تعلم فيها كحول تجنبها هناك طياب ما فيها كحول دهن العود دهن الورد هناك أطياب طيبة ولا فيها كحول كثيرة نعم أحسن الله لكم يقول إذا استفتحت الدعاء بالثناء على الله وشكره وثم أصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم كما شئت ولا أزيد على ذلك هل هذا جائز؟ نعم إذا افتتحت الدعاء بالثناء على الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم دعوت الله بعد ذلك فهذه هي الصيغة الشرعية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ما حكم تحويل الأموال من بلد إلى بلد آخر عبر البنك عبر البنك عبر البنك الأموال نعم مع اختلاف العملة لا بأس بذلك الحوالة جائزة وهي باب من أبواب الفقه معروفة والرسول صلى الله عليه وسلم أحال فيجوز الحوالة تمس الحاجة إلى الحوالة نعم يقول شيخ عبر النت من حسابي في الرياض إلى حسابي في بلدي الأصلي يسأل أيضاً عن حكم تحويل الأموال عبر الإنترنت من حسابه في بنك في الرياض إلى حسابه في بنك في بلده تحويل لا بأس به بأي وسيلة تحويل المال من بلد إلى بلد من شخص إلى شخص هذا يحتاج الناس إلى الحوالات لا بأس نعم ما حكم من يعرف نفسية الشخص من خلال توقيعه أو خطه يعرف فهل هذا يدخل في الكهانة؟ ما حكم من يعرف نعم نعم ما حكم من يعرف نفسية الشخص من خلال توقيعه أو خطه فهل هذا يدخل في حكم الكهانة؟ لا ما هو في حكم الكهانة هذا حكم التفرس الفراسة ولا في شيء نعم هل يجوز إقامة حد القصاص بالرصاص بدلا من السيف؟ إقامة القصاص هذا عند الحكام ما هو عندنا؟ وهم يستعملون الآله المناسبة يستعملون الآله المناسبة التي فيها إراحة المقتصمن وفيها استفاء الحق نعم ما توجيهكم حفظكم الله إلى المسلمين وإلى طلاب العلم حيث أنهم أو هناك من يحاول تفرقتهم وتفكيك صفوفهم نعم المنافقون موجودون في كل زمان الذين يفرقون بين المؤمنين ويخدف العداوة بين الناس والنمامون والمغتابون هذا موجود هذا موجود ولكن الواجب الواجب نصيحة هؤلاء وعدم الاغترار بهم أو الاستماع إليهم نعم إن شاء الله عليكم ما حكم من يقرأ الفاتحة بلفظ غير المغضوب عليهم ويقلب يقلب الضاء ضاء يقلب نعم ولا الضالين بالضاء يقلب الضاد نعم إلى ضاء مشالة نعم يحرص على أنه يحقق حرف الضاد يحرص على هذا وإذا إنها جرى على لسانه من غير قصد فلا بس نعم إن شاء الله عليكم يقول السائل صلاة الجمعة للمسافر هل تجوز ظهرا ويجمع معها العصر قصرا ولو صلاها جماعة ركعتين هل يجمع معها العصر أن يصلي وراء الإمام حكم حكم الإمام الإمام يصلي جمعة حكمك حكم وتصليها جمعة ولا تجمع معها العصر لأنها ليست من جنسها نعم هل المستفاد من البنوك الربوية يجوز أن يتصدق به أو أن يعطى لمن صدمت سيارته كتعويض عن الصدمة المال المحرم إذا تاب المسلم منه وعندها أموال محرمة جامعها من الحرام تخلص منها تخلص منها يضعها في جمعية يضعها ما هم من باب الصدقة وإنما من باب التخلص مثل المال الضائع مثل المال الضائع يستفاد منه يستفاد منه في المشاريع وفي الجمعيات لكن ما يعتبر صدقة إنما يعتبر تخلص نعم إن شاء الله ما توجيهكم لمن يؤخر الصلاة وهم متعمد ولا يحضر إلا بعد ركعة أو ركعتين ولم يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام هذا كسلان يجب عليه يترك الكسل ويحتسب الغجر ويحضر مبكرا ولا يعود نفسه التأخر نعم يا حسن الله عليكم خرج في القنوات من يجيز الحلف بغير الله ويستدل بحديث أفلح وأبيه هذا غلط خطأ ولا يلتفت إلى قوله التفت إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فقد كفر أو أشرك قال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت فلا يجوز الحلف بغير الله وهو شرك أصغر إلا إذا عظم المحلوف به كما يعظم الله فهو شرك أكبر نعم يقول خرج من يطعن في الفرقة الناجية ويقول لم يرد دليل على هذه التسبية وأن هذا المصطلح هو من فعل العلماء هذا جاهل ما يدري هذا جاهل لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى هذه الفرقة الناجية نجت من العذاب نجت من الضلال شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم توفي والدي وبعد سنوات توفي أحد أخوتي ولم نكن قد قسمنا تركة الوالد فهل يجوز إخراج ثلث من قسمة أخي في بناء مسجد وقفا عليه توفي توفي والده وبعد ذلك توفي أخيه ولم يكن قد قسموا تركة والده ويقول هل يجوز أن أخرج ثلث تركة أخي وأبني له مسجدا له لازم الرضى الوراثة إذا رضوا بذلك ألا بس نعم هل يجوز هل يجوز قول على الرجال الصالحين أو أحد من السلف صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن يطلق الصلاة والسلام على الصالحين من الرجال من السلف أو من المتأخرين إذا كان هذا في بعض الأحيان فلا يجوز فلا بس به أما إذا اتخذ شعاراً لبعض الأشخاص مثل الشيعة اللي يترضون عن أئمتهم وعن يعتبرونهم مثل الصحابة هذا لا يجوز أما إذا قيل بعض الأحيان لبعض العلماء وبعض الصالحين لا بس نعم إن شاء الله عليكم أنا سوف أذهب إلى جدة للعمل وعن دينية أن أؤدي العمرة بنسبة كبيرة إذا انتهيت من عملي سؤالي من أين أحرم وهل يجب عليه شيء إذا لم أعتمر إذا لم تعتمر لا يجب عليك شيء لأنه لأنك لم تنوي العمرة يجوز تدخل لحاجة إلى مكة وتنهي حاجة والعمرة فيها فضل وفيها أجر لكن لا يلزمك هذا لا يلزمك إنك تعتمر وأما الإحرام تحرم من الميقات الذي مررت عليه وانتناول للعمرة أما لو تعديت الميقات وأنت لم تنوي العمرة ونويتها بعدما تعديتها تعديت الميقات تحرم من الميقات الذي نويت منه قوله صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك يعني المواقيد فمهله من حيث أنشاء يعني من حيث نوى نعم إلا أن تكون نوية العمرة وأنت في مكة فلابد أن تخرج إلى التنعيم أو إلى الجعرانة وتخرم منها نعم ما حكم تحويل الأموال مع الأفراد يقصد التجار ولم يجعل التقابض ولم يجعل التقابض في نفس وقت التسليم هذا ما هو هذه حوالة ما في باس تقابض إنما يجب إذا بيع نقد بنقد يجب التقابض وأما حوالة ما يجب فيها شيء نعم إلا أنها تسلم لصاحبها نعم هل الألعاب الإلكترونية ما يسمى بالسوني وغيرها للأطفال حلال أم حرام ما يعود الأطفال على الألعاب التي تؤثر فيهم أو في أخلاقهم أو توجههم التوجيه السيء ما يعود الأطفال عليه نعم متى يكون متى يكون دعاء القنوت دعاء القنوت في الوتر يكون في الوتر بعد القيام من الركوع في الوتر في ركعة الوتر نعم وهل يستحسن في هذه الأيام بما أصاب الأمة بالنسبة للأفراد نعم تدعو تدعو للمصابين والمظهودين تدعو لهم أما بالنسبة للدعاء لهم جماعيا في المساجد هذا يحتاج إلى صدور فتوى من الجهة المختصة وأمر ولي الأمر بهذا نعم هل يجب أو يجوز على المرأة المسلمة في الغرب خلع نقابها أو حجابها إذا تعرضت للأذى والاعتداء عليها ما يجوز لها ولا أظن ينالها أذى ما سمعنا أن تضايق أو أنها تؤذى إلا من الجهال والسفا ليس بهم عبرة أما الدول فإنها تسمح لهم بهذا نعم ما حكم من يعيش في بلاد الكفر مع قدرته على الهجرة إلى غيرها يجب عليه الهجرة مع القدرة يجب عليه وعليه وعيد شديد إذا ترك الهجرة وأقام عند المشركين وهو يقدر على الهجرة إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتواجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفوا عنهم كان الله أفوا غفور نعم هل يجوز أن تسمي ابنك بالاسم مالك لا بس بذلك نعم وعبد المالك عبد المالك يعني الله جل وعلا لا بس نعم رجل ارتكب محظور من محظورات العمرة كقص الأظافر مثل ما الحكم في ذلك مع العلم أن هذا الرجل يصعب عليه العودة إلى الحرم مرة ثانية العمرة صحيحة لكن هذا فعل محظورا فعل محظورا من محظورات الإحرام وهو قص الأظافر عليه أن يطعم عن كل ظفور مسكين نعم عشاء الله إليكم يقول انتشر في هذه الأيام أو يجمع كلها في صدقة واحدة نعم انتشر في هذه الأيام ما يسمى بالشيلات ويدعى ويدعى التي بها مؤثرات غير موسيقية فما حكم سماعها الغناء لا يجوز شواء شيلات أو غير شيلات ما يجوز الغناء وهو من اللهو اللهو المنهي عنه لا يجوز هذا نعم يقول أحسن الله لكم كيف أعرف هل زوجتي أصيب مصابة بسحر الأمر الذي يجعلها لا تأتي إلى فراشي الزوجية لا يجوز لا يجوز إصابة نفسية هذه إصابة نفسية تعالجها الورد والذكر وهي أيضا تعالج نفسها بذلك ويزول بإذن الله نعم قول الرجل هذا ما ليس منه فهو رد نعم قول أحسن الله عليكم ما حكم لبس المرأة العباية على الكتف وإذا المرأة لم تسمع كلام زوجها ماذا يفعل معها تجاه لبس العباية عند الخروج العباية على الرأس وليست على الكتف تلبس على الرأس مثل الجلال والملاءة الكبيرة كله على الرأس ليعم الجسم كله يسترى الجسم كله الرأس ما هو من الجسم بل ربما أن الفتنة بالرأس أشد فتغطي رأسها وسائر جسمها بالجلال أو بالعباءة نعم صلى لكم يسأل يقول عندما أريد أن أصلي المغرب والجماعة يصليون العشاء هل أنتظر عندما يخلص الركعة أو أصلي لوحدي صل معهم يا أخي من أول الصلاة فإذا قاموا للرابعة أنت تجلس لأنك ناوين المغرب تجلس إن شيئت سلمت لنفسك وإن شيئت انتظرت حتى تسلم مع الإمام نعم يقول أحسن الله إليكم إذا حضرت إلى المسجد وانتهت الصلاة وهناك صلاة جنازة هل أدخل معهم في صلاة الجنازة أم أقدم الفرض ادخل معهم في صلاة الجنازة لأن الجنازة تفوت والفرض الحمد لله وقته موسع نعم ما حكم المرأة حكم عمل المرأة في مشغل فيه نمص وغير من مخالفات التي تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز هذا لا تشتغل فيه معمل فيه معاصي لا تشتغل فيه نعم نكتفي بهذا القدر حضرت الشيخ أحسن الله إليكم ونسأل الله جل وعلا أن لا يحرمكم الأجر والثواب